كورس تصميم الديكور بمساعدة الذكاية الاصطناعية قبل ما نبدأ لو ما شفتوش الفيديوهات دي أنصحكم تشوفوها علشان تقدروا تشتغلوا باحترافية على البرنامج ده وحب أنوه أني عملت لكم الكتاب ده في عدد كبير جدا من تصميمات الديكور بأوامر وأكواد البرنامج تقدروا تستخدموها زي ما هي أو تعملوا تعديلاتكم عليها علشان توصلوا الأفكار ديكور مع العملة في ثواني لو أنتم مهندسين ديكور أو أفكار لمشاريع لو أنتم لسه بتدرسوا أو في تصميم ديكور بيتكم بنفسكم تقدروا تحصلوا على الكتاب بالاشتراك في انتساب أو جوين على القناة من هنا وشكرا جزيلا ندعي من القناة يلا نبدأ الجزء الثمنتاشر هنتخيل تصميم مودر للمطبخ لفيلة الأرضية غمأة من الرخام ودواليب المطبخ الدواليب اللي هي بنحط فيها الأطباق والكوبات والحاجات دي علشان في دول عربية كتير مش بيقولوا عليها دواليب زينا اللي هي الكابور دي يعني والمود العام كله للتصميم يكون ليلي تعالوا نشوف النتيجة النتيجة حلوة بس يمكن كان المفروض أهتم شوية بإن يديله أمر بإضاءات للسقف أو أكد عليه أنه هو مود نهاري علشان يهتم أكتر بالإضاءة لدخلة من برشباك علشان كده قلت أجرب تجربة تاني هاهتم فيها بإن المود يكون نهاري ومشمس وهغير الأرضية لرخام أبيض بس هي دي التعديلات اللي عملتها تعالوا نشوف النتيجة بصوا فرقة إزاي قدينة تعلمنا حتة مهمة جدا إننا لازم نفهم البرنامج إضاءة المشهد هتبقى إزاي علشان الديكور يطلع حلو في الآخر قلولي تقريمكم لتصميمات النهاردة من 1 ل 10 انتقدوها وشوفوا تفاصيلها وعرفوا إيه اللي عجبكم واللي ما عجبكمش وكتبولي رأيكم في التعليقات سبسكرايب لو عايز تفضل متابع لايك لو الفيديو عجبك وفتحوا الجرس علشان يطلع لكم نوتيفيكيشن كل ما فيديو ينزل ما تنسوش الكتاب لو عايزين كل التصميمات تبقى فاق ديكم بالأوامر والأكواد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات دي لو ما شفتوهاش قبل كده وشوفكم الفيديو الجاي